ورجعنا لكم مرة تانية وصلنا معاكم دلوقتي لفقرة ضربة حرة الفقرة دي مهمة جدا 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 لان احنا هنتكلم فيها عن موضوع مهم ومتأخرين فيه شوية الموضوع ده هو اهمية وجود استشاري نفسي في الاندية المصرية واللي بيكون موجود في الاندية الكبيرة نازل اهل زمان كان فيه طبيب نفسي ايام مديري فني منول جوزي وكان موجود ساعتها دكتور محمد فكري فاحنا بنتكلم دلوقتي بشكل عام عن اهمية ان كل الاندية المصرية تقدر تطور منظومة رياضية بتاعتها في مصر لازم يكون عندها دكتور نفسي خصوصا ما حدش فينا يقدر ينكر دور الطبيب او الاتشاري النفسي اللي بيقدر يساعدنا بتقديمه لحلول لنا نمشي عليها وتأهيل نفسي لنا في كل مواقف حياتنا لما نيجي نتكلم عن لعيبة ورياضيين بيتعرضوا لفوز وهزيمة وضغط مطشوط محتاجين تجديد حافظ سواء ده كان في الكورة او رياضات عموما بكل ما فيها بشكل عام هنلاقيني وجود الاتشاري النفسي مهم جدا وضروري لهم علشان كده منورنا النهاردة دكتور احمد علامي اميرة بالضبط هندا زي ما قلتي الاهلي طول عمره فيه طول عمره يعني احنا ونكلمش في حاجة مستحدثة في الفترة الاخيرة وخصوصا مع ظهور فيروس كورونا اتجهت كل الاندال عالمية في اوروبا للموضوع ده وانهم يعتمدوا على الطبيب النفسي والموضوع كان بدأ مع فريق ليفر بول انجليزي اللي بيلعب فيه طبعا محمد صلاح في شهر مارس اللي فات ابتدى الموضوع بعد ما شافوا ان الطبيب بيلعب دور رئيسي ومهم في مساعدة اللعيبة على تخفيف اي قلق ممكن يعانوا منه وجيه بعد دي ريال مدريد الاسباني ومن بعد ديهم ارسنل فالموضوع بقى منتشر والاندال اوروبية بتشوف ان ده بقى حاجة الزامية في الفريق والجهاز الطبي لان محتاجين ده في حياتنا حد يرشدنا وينصحنا ويقوينا يعني قرارات كتير بعد ما ننتخدها احنا بناخدها بنكتشف اننا خدناها تحت ضغط ونرجع نندم عليها اوقات بنخسر حاجة عاملين حسابنا عليها فنلاقي نفسنا برضو دخلنا في مود مش لطيف بيأثر علينا مدة طويلة فما بالك بقى اللعيد شخص مسؤول مجتهد وعليه ضغط طول الوقت من الجمهور انه يقدي افضل ما عنده في الملعب وانه لازم يكسب ولازم يفرح الجمهور فتخال لما بيخسر او يحصل له مشكلة في حياته بيحصل له ايه اكيد بيحبط فخلينا نتكلم في الموضوع ده باستفادة اكتر مع الدكتور احمد علام استشاريع العلاقات الاسرية وعلم النفس الرياضي اهلا بك يا دكتور منوارنا اهلا بك يا دكتور منوارنا كل سنة وانت طيب اهلا بك يا دكتور طيب وانت طيبين يا رب دايما انشوال الله بالنام الجميل وسعيد كمان اهمية يا دكتور وجود طبيب نفسي للعيبة مع الضغط اللي بيتعرضو له حداك شايف كمان بزيادة مع وجود السوشال ميديا قد ايه بقى فيه ضغط من الخسارة مفيش اي جمهور بيقبل الخسارة من اي لعيب فاهمية ده كلمني عنه طبيب نفسي او اخصائي علم النفس الرياضي زي مع التخصص بتاعي ويمكن انا هنا اشرح حاجة مهمة جدا حضرتك تقول لنا بنبقى عايزين حد في علم النفس تماما ويعني بنهتم بحاجة زي كده انما قال حضرتك سماتي عن حد مثلا اخصائي او حد او مجال اسمه علم نفس للإعلاميين علم نفس للأطباء علم نفس للمس لا قالك علم نفس الرياضيين يعني انا علم النفس للاول حاجة كبيرة جدا انا خدت منها حتة صغيرة او حتة معانة انا بتكلم الرياضي فقط طب ايه اللي خلاهم يعملوا كده او علماء النفس ايه اللي خلاهم يفكروا فان انا اتخصص او اعمل تخصص في علم نفس الرياضيين فقط قالك لان ده الانسان الوحيد اللي بيقدي عمل وقد يكون من سن صغيرة لحد الجيلة قدام عدد كبير من الجمهور وممكن يتعرض زي ما حدق قولتين للمسلا للايه انا او تقليل منه ممكن يتعرض للمتح الشديد برضو المتح ده بيأثر في نفسيتنا فبالتالي ممكن يتعرض ده من قطاع كبير يعني مثلا الموظف اللي بيقدي عمله قدامه ومهورة هيبقى قدامه كام خمسين عشرين تلاتين ومش كلهم هيشتموه في نفس الوقت ولا هيمدحوه في نفس الوقت فبالتالي قالك الضغوط اللي عليه بتبقى كبيرة جدا فانا عشان كده عايز اول حاجة افهم السلوك بتاعه افصل السلوك بتاعه استطيع ان انا اعدل السلوك بتاعه واستطيع كمان ان انا اتنبأ له بالسلوك القادم فده يبقى لازم يقول له علمه مخصوص ويقول له حد مخصوص في مختلف المجالات وليس كرة القدم للفريق الكبير فقط عشان حريك مثلا ذكرتي قلتي حياة جميلة انها كان من وجوزيه من سنوات طويلة عامل كده والاندية الاوروبية بتعمل هذا التخصص طبيب نفسي او استشاري علم نفس رياضي وحد متخصص في التنمية البشرية اوكي ده جميل جدا انما احنا هنا بنتكلم برضو على قطاع قرط القدم اللاعبة او الفريق الكبير انما فين قطاعات الناشئين دي كلها والاشباد اللي هم قد يكونوا محتاجين اكتر ومع حضراتكو في الحلقة هشرح دالي لان انا عارف ان فيه اولياء امور كتير في لعبات كتيرة جدا في اندية مختلفة كانوا محتاجين حاجة زي كده ويقولوا يا ريت ان حاجة زي كده يكون موجودة ولكن الاندية للأسف مش عارف دي مش بترفع دكتور حضرتك دلوقتي خليها اخد من كلمك عن الناشئين هل وجود طبيب او استشاري نفسي في فرق الناشئين ده يقدر يساعدني اكتر ان انا اطلع من الناشئين دول لعيبة مهاريين اكتر مثلا احافظ على المواهب اللي موجودة عندي انا بيجيلي مدرب عادي جدا مش مختناء باللعيب قد يكون اللعيب ده فعلا المواهبة تستحق وانحنا شوفنا كتير قوي في المواهب عندنا بعد ما بيسيب نادي او بيروح انما فيه ناس ما بتسيبش بتبطل يعني ما بيسيبش نادي يروح نادي ده بيبطل اصلا خالص وهو صغير نتيجة مدرب يعني انا هقول لحضراتكم المثال بمتحدة البساطة والناس الرياضين هيبوا عارفين هذا الكلام لاعب يروح التبرينات باستمرار نقول مثلا ناشئ تحت اي سنة 14-12 اي حاجة يروح تدريبات باستمرار ومنتزم وكان مثلا بيلعب كويس ولكن جي مدرب ويجد نظر انه هو مايلعبوش او هو لعيب كويس بس موجد نظر مايلعبوش فابتلا يروح التدريبات باستمرار وبعنين لقى نفسه ما بينزلش خالص وبعنين هيجي اهله يقول له طب يا ابن انت ما بتروحش بتروح تدريبات كل يوم وبتلتزم وبيقول لك في اوتوبيس مسلا راح الساعة كزا الصبح علشان نروح نادي الفلاني ولا علشان نلعب مباراة عسكر في مكان كزا هتروح لك تلات اربعة ايام تفضل قاعد على الخط تصحى من بدري تفضل قاعد في الشمس عشان ما بتلعبش اصلا وعارف نفسك انك مش هتلعب لا خليك بقى في الدراسة بتاعتك احسن وتبصر لها حضرك ان اهله بطلوه او هو نفسه من قطر اللي هو المروح ده حصل له عملية احباط فبطل ان هو يلعب لان هو كمان صغير وما فيش حد كمان نوجهه والمدرب حقيقة المدربين حقيقة مش بيهتم بهذا الامر على الاطلاق اللي انا شفته في الملاعب اغلبها يعني في القطعات كلها ما بيهتموش بيه بحطة ان انا اكلمه بالنحية النفسية انت كويس انا هستخدمك بعدين خلي بالك انت ان شاء الله هتكسبني بس في وقت الكلام ده ما بتقالش الناشئين اطلع خش انت اطلع برا انا اللي سايد قراري ما بيبقاش فيه الاهتمام بالجوانبي طب مين اللي ههتم بلاعب لعب خلي بالحضرتك احنا عندنا امور نفسية هتبقى للفريق ككل ان انا اديهم حوافز ودوافع والكلام ده كله وممكن كل لعب على حضر لازم يقى فيه حد متخصص مع اللاعب لعب على حضر يكلم ده شوف ده وضوع ايه ويبقى فاهم في الرياضة اللي هو بيتكلم فيه عشان كده قلنا علم نفسي رياضي مش طبيب نفسي فقط طبيب نفسي ممكن تكلم على علاج لامراض ممكن ما يكونش متبحد او في المجال الرياضي انما لازم حد يبقى منهم فاهم يعني ايه الرياضة فاهم ازاي ادي دوافع ومش بس عند الهزيمة ده ممكن عند الفوز الكتير نادي زي نادي الاهلي اوقات بيبقى بيكسب كتير جدا في مختلف الالعاب طيب انا هنزل مطش جاي مع فرقة مسلا بالنسبة لي ضعيفة وانا كسبين كل اللي فات وانا مسلا حصلت على الدول عصر ممكن العب باستهتار اخصر ممكن ملعبش كواس ممكن العب طب ايه الدافع اللي انا اشتغل عليه لازم يبقى ده يبقى ده تخصص حد فاهم في هذا التخصص ان انا اديهم دوافع عاملة ازاي ادي كل واحدة على احدة ازاي عشان في الاخر يكسب عشان يبتدوا يخلقوا لهم دوافع اللعيبة برة عايشين على الدوافع طيب قلت لحضرتك كاس العالم كانت لسه خلصانة اتكلم على واحد ازاي كريستيان ورونالد اللي بيقول اللي حققه ده لما جاب هدف ما تحسبش قاعد مموت نفسه عشان يحسبه طب ما هتقولي طب ما هكذا كده مش قاسب ما تحسب له وش هو اتحسب الهدف اتحسب ولكن ما اتحسب له اتحسب لزميله طب عادي ايه يعني ما اتحسب لزميله اتحسب للمنتاج انا عايز رقم فبيشتغل ايه انا عمال اشتغل انا عايز الرقم ده فبيدي نفسه دافع مع حقق كل حاجة ايه الدافع جديد اللي انا اديه لنفسي لا ده انا عايز اجيب رقم ان انا عادل كذا فبالتالي هنا الحاجة دي لو اللعب مش عارف يعملها لنفسه لازم حد يعملها وخاصة الناشئين مش عارفوا يعملوا الحاجة دي ولا البراعم الصغيرة هيعرف يعمل فاحنا بنحافظ على مواهبنا اللي في الاخر هتقعد في البيت او مش هيلعب بسبب ان مدرب بتبقى وجهة نظره قد تكون خاطئة او هو يزهق او هو مدرب بيعمل وحش على فكرة ممكن يبقى بيلعبه بس يعمل وحش وانا شفت الكلام ده طبع على فكرة بيعامل لعيبة مسلا بطريقة مش كويسة ولكن او اللعيب ده تحديدا ولكن ممكن سعيد بيبقى لعيب شايف نفسه شوية مستحت شوية ما بيلتزمش او بس هو لعيب يعني عايز حد يبقى يقومه في حيطة دي المدرب يروح داخل ايه يزعق ويعمل وبتاع انت ما بيجيش معه انتا بتفضل برضو مع الاهل الطريقة غلط اه الاهل برضو ازاي نزود الوعي بتاع ان احنا نأهل اللعيبة بتاعتنا انهم ما بدأ ايه ان يقبلوا الخسارة وانهم يلاقوا دايما دوافع في المكسب يعني مش خلاص زي ما حداك بتقول مش بس في الخسارة بس اللي بحسه بيوجع قوي الجمهور صعب الجمهور صعب والسوشال ميديا زي ما بقول حداك برضو صعب جدا اما بترحمش مش بس لعيبة الكورة يمكن اي حد مشهور او بينجح او بيحق حاجة والسوشال ميديا والناس كلها قاعدة بيبقى فيه فعلا جلب ازاي حضرتك تقدر تدي نصيحة ان احنا نقوي مناعة ناس او مناعة اللعيبة مناعة المشاهير مناعة اي حد مشهور لازم طبعا يبقى هو زي ما بقول حالك يخلق الدوافع دي هو انا مش هقول انه كله هيعرف يخلقها من جواه ولكن دايما يحط لنفسه دوافع دايما يحفز نفسه فيه على فكرة الملنات كمان بتتعامل لمثل هذه الامور فيه عمور استرخائية حاجاته هو مش هيعرف يعملها ولكن احنا دايما نقول هو من جواه يقدر يحفز نفسه لان الموضوع زي ما احناك قلت على السوشال ميديا صعب وفي الملاعب اصعب لما حضرتك تشوف فيه لاعب ناشئ مثلا حارس مرم لأي الفرقة من الفرقة ويبقى مثلا في الملاعب الناشئين ما بيبقاش فيه حواجز اوي وبتاعه والناس وقفة زي مثلا ملاعب القبار وامن وكلام ده بقى موجود قوي بالدرجة الكبيرة ولاقي مثلا وقف له مثلا هو المطش مثلا ايه يعني على الحروقه كده والحاجة وهو شغال كويس يجي له مثلا ولاد من وراء مثلا بتوع الفريق مثلا الأكبر شوية يعودوا مثلا يشتموا بالأه او بالأب والأم انت بتعرفش تصد انت مثلا لعب فيدوله هزي الكلمات طب هو ولد صغير مش عارف يعمل ايه والمدرب مش عارف ينقزه ونزوده الوقفين بيدوله كلام من تحت لتحت محدش ياخد باله منه فبالتالي ازاي بقى واحد زي ده يبقى هو في الهجمة اللي جاية بتطلبي منه حضرتك انه ينقذ القرى وعمال يتشتم وعمال يتقاله كده وهو مش عارف عشان كده بنقول لازم التأهيل يبقى زي ما احنا قلنا من المدربين مبدأ ايه ويقول له الحاجات دي رتاعمل من الأهل دايما يدفعه يا جماعة محمد صلاح انا شايف انه هو صناعة والده او والده والدته انه هو ما عندهش هذين المقاتل لكن والد بيروح معاه وبيدفعه وبيقوله وكيده هما مشين في الطريق اربع خمس ساعات بيحكيله وبيكلم معاه وبيديله دوافع فبالتالي هو طرع هذه الشخصية وبالتالي هو دلوقتي عنده طبيب نفسي اثنين اثنين اخصائيين نفسين وتنمية بشرية هما الاثنين معاه علشان حتة الدوافع اقول لحضرتك على حاجة طبعا هل هل مفيش حد في مصر يقول لها عنده مثلا الحرفانة ابن حمد صراح لا فيه بس محدش عنده المنتالي محدش عنده الدوافع النفسية اللي هو يعملها انما فيه طبعا لعيبة وممكن يكونوا معروفين وممكن يكون فيه منهم مش معروفين كم فقدنا من لعيبة معروفة الاندية كمان استثماراتكو يا جماعة اقول الاندية استثمار ان انا بدفع فلوس في لاعب ثم في الآخر يجي يقول لك ايه اصلا هو جاء النادي فما تحملش الضغوط عشان هو طول الوقت مطلوب طول هو كان بيلعب في ناجي طب ما هو تحميل الضغوط دي ما هو محتاج حاج يدي له الحتة بتاعت الضغوط لوحده يشتغل معه الواحده مش مع التين ككل فبالتالي بيجي عندها بتستثمر في لاعب كبير جدا وبص لاقي بعد كده راح بسلوس قليلة اللاعب ناشر زي ما قلت حضرتك كان ممكن يتباع يقول لك ده اللاعب ده ان شاء الله لما يكبر هو ده اللي هيبقى يجيب داخل نادي على الفكرة متكلم على النادي الصغير اللي ممكن لو دخل لها مثلا مئتين ألف تلكمية ألف ده هيبقى يغطيله حاجة كبيرة جدا فلو الباع لعب باع لعب بالسعر ده هيبقى حاجة كويسة بالنسبة لك أبصر ايه مثلا استغنى عنه أو مدرب خلاه خلاهي بطل خالص ان هو يبقى فهيقول لها عشان كده قبول الهزيمة قبول الهزيمة قبول الهزيمة لازم أبقى عارف ان رياضة طول ما انت ارتضيت لنفسك لعب رياضية وحنا بقول لناسكم لا هتتهزم لازم هتتهزم في قائمة مهما كنت البرازيل اتغلبت تمام اي دولة او اي فرقة او اي منتخب لازم هيجيله هزيمة فانت لازم تتقبل لان احنا عندنا روح رياضية للهزيمة تقبلها تمام بس خد من الهزيمة دي دافع انك تتعلم ايه هي اخطائك في المرة الجاية ما تتهزمش هي يعني يعني انت تبقى تهزمت مرة بس ممكن تاخد الميادار للبطولة تكسب بس انت لو تهزمت مرة وخدتها احباط ليك وانا وحش وانا مش كويس مش هتكسب بعد كده وعايزين نقول لازم وقول لحضرتك ان كمان حاجة مهمة جدا عندنا حاجة اسمها ان العقل بيبني على اخر تجربة اخر تجربة معايا سيئة لازم اخر رجل سيئ ده واشتغل على الجديد نقول للاولاد وانت داخل تنام حاجة بسيطة جدا قبل ما تنام بديهم مرق العقل الباطل هم مرق ايه بسيط جدا قعد شوف نفسك في الملعب مع الفرقة دي او مع الفرقة تانية كنت عامل معها اداء كويس شوف نفسك لمدة ساعة قبل النوم انا عنافسي بعمل كده شوف ساعة دكتور مكاول حضرتك حاجة انا كنت بعمل ده من غير ما عرف انه تمرين وانا صغيرة ما عرفش كنت بتخيل نفسي اوقات انه انا معروفة معايا انا كنت عايزة بقى مهندسة مثلا ايو والحياة مشيت والظروف مشيت انه مشيت في الطريق ده هل احنا فعلا لما بنقعد نتخيل حاجات الطاقة بتاعتنا بتحرك الظروف وكل حاجة تجاهل حاجات دي احنا كل حاجة شغالة عندنا بعقلنا الباطن حضرتك عملت ايه ادتي يا زي مقولت حضرتك عقلك الباطن طول الوقت مشغلاه على حتة ان انت ان انا هبقى كذا وان انا عايزة بقى كذا فزي ما يكون معاك واحد او واحدة تانية بترشيدك بتقولك خلي بالك روحي ادريس الحاجة يعني انت مثلا ممكن تبقى ماشية مش شايفة بس يديكي عنوان مثلا على نت او في الشارع لدراس الحاجة معينة لاعلان عن حاجة لهدف تحققية فانت طول الوقت تشغالة فبتعاملي هذا المخزون فعالك الباطن فلما تيجي حضرتك تلاقي نفسك ناس كتيرة من العمل للحاجة اللي حالك بتقوليها وسعب نسميها كمان ايه التخيل اللي بتكير يعني كمان مش بتخيل بس لانا بتخيل وبعمل نفسي افضل حاجة بحط السيناريو المظبوط وبيتحقق وبيتحقق ممكن بيتحقق ما حضرتك شايف بتسمتك بتقول كده اه اتحققق فعلا يعني انا بربطها والله كمان يا دكتور بقصة اللي هو ايه انا عمد ظن عبدي يعني ان ربنا بيقولك تفائل فعلا لما بتفائل فعلا ان الشيء ده يحصل حتى بالنية يعني نية صبح كده ان انا النهاردة اليوم هيبقى حلو او النهاردة انا عندي نية تعايدة نية نجاح فعلا بحس ان فيه حاجات كتير قوي بتحصل كأن الكون اه بتشتعل كأن الكون كله بيشتغل حضرتك في اليوم ده زي ما حضرتك قلت كل حاجة بتاعمل وكل حاجة بنفكر فيها بتتوسع وتنتشر فانا شفت مثلا نفس اجيب مثلا موبايل مركة عربية مركة معينة حفظة لاشوف كل الحاجات العربية او الموبايل اللي انا بيشوفه كتير مع ان هو مش كتير ولا حاجة اللي قاعد جنبي مش شايفه كتير هو ايه اللي بيحصل عقلي الباطن كأنه بيشاولي بص فيه واحد اهو فيه واحد كمان نحيات فيه الاستاذة مثلا هند مسكة واحد يحطها على الجاب فهو خلهم لي كتير فبيتلي هو كمان ده الكلام في النجاحات بتاعتنا وفي الشغل بتاعتنا كمان مهم جدا نبقى احنا عارفين الحركة بتاعتي والاداء بييجي منين بييجي اولا نخ بيدي اشارة للاجهزة العصبية بيدي اشارة للاجهزة الحركية بيتيجي معاها الحركة لو انا عندي تشويش في الاول على حتة المخ مثلا نازل كده يعني خانع شوية حاسس ان انا عصلا هتهزم عشارة ايه فكأن ده بيشويش لي فالحركة بتيجي بطيقة بتقل شوية احنا نجد كاملين كلامنا مع حضرتك لكن هنطلع فاصل سريع ونرجع نكمل مع حضرتك هرجعنا لكم تاني مشاهدينهم كاملين فقراتنا مع دكتور احمد علام دكتور كنا منتكلم قبل الفاصل وبنقول الضغط اللي على العيبك يعني دي بجد المشكلة يعني انت ممكن تلاقي اللعيب جامد جدا وعمل كل اللي عليه وضيع ضربة جزاء الهجوم اللي بيتعرض لو انا عمدي هنا سؤالين بيخص اللعيبة وغير اللعيبة يعني بتفضل ان الناس تقرأ كل الحاجات السلبية اللي بتقبلها على سوشال ميديا ولا التجاهل في المواقف دي بيكون افضل لا التجاهل في الوقت ده بيكون افضل هتلاقي حتى كان عندنا مثلا يقول كابتن جوري كابتن حاسن شهد زمان بس يقفل تليفزيونات بالليل بس ممنوع جرائب ممنوع عشان يفضل طول الوقت مركز على اللي انا بقوله التركيز ده ده بيشوش على التركيز بتاعه فيفضل لو يقدر لو يقدر في ناس ما انما لو بيقرأ بس بيعرف يفصل ده كويس بس مش كل الناس بتعرف تفصل ومع الوضع في الاعتبار ان فيه حتة حاجة عايز اقولها اصبحنا دلوقتي في العلم الحديث بنقول ان الجانب الفني او البدني هو لا يقل عن الجانب النفسي في الرياضة يعني الاتنين مسويين لبعض مش تبتكرش ان انا هتدي له جانب بدني ومهاري ودي له تمرينات ما شاء الله كويس جدا ولكن الجانب النفسي ازالت الضغوط دي مهمة التحفيز قبل المباريات دي مهمة الحد اللي احنا قلنا عليه انه هو مثلا ما قداش كويس طب انا عايز برضو اخليه ادفعه طب ممكن بيجي لي لاعب ما قداش كويس تلات اربعة مرات ولا بعد فعم بتدي يترسخ في نفسه ان هو ان هو مش كويس فاللعيب ده لازم ان انا برضو يبقى عندي حتة الدوافع ان انا اشتغله ايه الدافع ان انا ممكن ادغوله فدايما بيبقى ده اختصاص زي ما قلت لحضرتك اختصاص لوحد ولانه زي ما عندي مدرب احمال طب ما هو المدرب المدير الفني بيعرف يعمل احمال ده يا دكتور مهم بس انت هتح معندناش هنا ثقافة برضو انت اي حد بيروح لدكتور نفسي بيبقى مجنون عشان الدكتور يقولك مجنون ما انا فهمه بس علشان تدخل برضو الفكرة دي هي ليه لغاية دلوقتي مش متطبع مع انها مهمة جدا والله علشان عدم قناعة ممكن يكون مسؤولين معينين في الان دي عمتا وبعنان هو لو نادي او اتنين عملوها وان شاء الله نادي الاهلي اكيد نادي رائد في الحاجات دي هتبص تلاقي الناس اللي ديت هو لو نادي الاهلي بس عملها في القطاعات كلها لو قلنا عدم قناعة النادي نفسه ففي قناعة اللاعبين يعني هم يعني يقدروا ان هم يعملوا ده كلامك مزبوط محمد صلاح بيعمل كده لان دي لحدك ذكرتها بره بتعمل الكلام ده هم ما عندهمش قناعة احنا بس بيجينا الحاجة متأخرة شواء كل حاجة احنا كان احنا ده يعني ده كان موجود مع مانو الجوزي كان موجود طبيب نفسي مع الفرقة واستشاري نفسي مع الفرقة وان شاء الله يكون موجود قدام في النادي الاهلي بس خاليني اروح مع حضرتك لنقطة حضرتك ذكرتها وهي الجماهير وانه اقرأ الكومنس او ما اقرأش الكومنس هل في شخص يقدر انه هو يعمل لحضرتك بتقوله انه يفصل افصل عن النقد اللي بانتقده فيه ناس بتعرف تعملها لوحدها بس فيه ناس بيحتاجة حد يعملها ولا فيه ناس بتعرف تعمل الكلام ده الوحدة اه اه بص تلاقيه هو ينتقد يقولك نفض روشيل من دماغ ما تفكرش ممكن كمان بيبقى معا حد مسلا ممكن زوجة صديق اب ام يعني حد معا بيعرف برضو يقوله كلمات حتى لو بعلم او بدون علم بس هو بيكلمه نصايح كده عادية ما تفكرش وانت نازل خلاص ركز دايما بنقول نفسنا نقول نفس اللي حصل حصل خلاص ركز خليك في اللي جاي خلاص عملت اللي فات اللي فات اه بنقعد نقوله كلام زي ده فالكلام ده بيدخل برضو عنده يستجيب وقل خلاص انا هشتغل على اللي جاي وابتدي فبالتالي اه ممكن ان انا افصل لو عرفته لو ممكن ما بستعين زي ما احنا قلنا بحد بقى سواء لو اندي مش هموفولي انا عارف ان فيه برضو العاب فردية في بعض اللاعبين واللعبات بيستخدموا حد برضو هم بقى بصفة يعني شخصية يعني هم بقى اللي هم بيبقى حد معهم حضرتك معا ولا ضد انه الرياضي او اللاعب يعقب نفس انا خسرت النهاردة انا ما كنتش كويس النهاردة اعقب نفسي اين كان العقاب ايه يعني العقاب ما يبقاش قصوة انا مثلا خسران وراح هتفسح ما هو ايه دلوقتي الاسب بيحصل ما هو بينفع بقى بينفع بس انا بقول انا عملت ايه ما اديت للنفسي كلام حاجة سلبية ان انا هخسر هكسب هما الاتنين واحد لا لازم تفرق وتفرق لعقلك ما بين الخسارة والمكسب عشان هو كمان يعرف يفصل لك ما هو العقل البطن ده انت الحركة اللي بتدخل ولو هو بيشتغل عليه فانا دلوقتي كسبان بخرج بتفسح وبجيب حاجات حلوة خسران بقى طب زي اللي هو هنفترض ان حدك ابنك مساء ان شاء الله يبقى ناجح حدك هتجيبي له هدية طب لو فردنا انه هو سقط حدك بتجيبي له هدية هينجح تن ما هو هو مش فارقة بقى منها هتسقط زي هنجح طب التالي انا كمان لما بعمل مع نفسي هذا الامر يفضل يبقى حاجة بسيطة مش هقول لك اخو بس انا بفكر نفسي ان انا كان عندي مشكلة فبتدي ان انا اشتغل عليها هو افكر في اللي جاية وشوف انا اخطأت في ايه بدون بقى اخد الكلمات السلبية ولا الكلام ده كله انما اشوف انا اخطأت في ايه ودايما ندي لنفسنا كلمات ايجابية دوافع معينة على فكرة مثلا نشوف في لعبة التنس برد وبيكلم نفسه كان من عندنا اللي بيكلم نفسه يبقى مجموعة صح؟ هو بيكلم نفسه وبيلعب قدام الجماعية ويقولك انت عملتها كذا من المفروض اعمل كذا وسعب بيادر من مضرب وسعب بيعمل طبعا الحاجات دي كلها هو بيعمل ايه بيكلم نفسه بيكلم عن الباطن اشتغل علي جاي اديني الاداء اللي انا كنت بحتاج وفين الاداء الاداء ده مطلعش دي زي ما اقول لحرك علشان الحركة عندي حتة متوقفة حاجة كمان استدعاء الزكريات السلبية عن بعض المباريات او عن بعض الفرق ويعني مش عايز انا بص يعني ايه بحط حاجات معينة بعمل تحليلات والناس دور وراه وخليهم يشوف انا مثلا ممكن اتكلم عن اخر اخر مطشة عدو الاهلي مثلا مع سموح نفتكر السنة اللي فاتت من اللي غلب الاهلي هزيمة مكنتش حلوة سموح صح طيب هو النهاردة من اللعيب هل اللعيب اختلف الكتير وهمها يمكن تلت لعيب اللجوم جدا فهي نفس اللعيب تمام هو انا معرفش هم جواهم بيفكروا يعني ممكن يكون يفكر الفرقة دي اغلبتني قبل كده فبقى نازل عندي نفسي عندي خوف اه دي اللي بتشغل بقى الحتة اللي بتخلي العيد بيجيب الكرة بمنتهى السهولة من بعيد ويجي في ضربة الجزائي وروح مطلعها برهم والحتة دي وهو بيفكر هضيعها فيحصل كذا الجن ده اصدقاء ما هو يقول لنفس الكلام ده لو تحطت الحتة دي ضع اخذتك بالضبط ليه طبعا الفرقة دي كانت كذا فهو بيعيد نفس التجربة طبعا فليل يشتغل عليها مع الفرقة ده ده يغير يعني اللي حضراتك بتقوله ده يغير مصار بطلاط ما هما بيحصل شباية انا ممكن اتوقع لك احيانا بسبب نفس نفس الكلام اللي هو اللي بيحصل اللي هو النفس ممكن تلاقي مثلا المانيا كستريك كاس العالم اللعبوا بعض مرة واحدة قبلها المانيا غالبت اربعة اتنين في كاس العالم غالبت اللي فات ده غالبت برضو اربعة اتنين كانت مغلوبة اتنين واحد هل الحاجات دي كلها صرف ولا هي حاجات بتبقى في الازهام انا عارف ان انا داخل الفرقة دي بلجيكة مع اعتبار المطش البلجيكة دي دايما بتبقى فرقة قوية بتيجي قدام مصر عادة مصر التجربة صح؟ دكتور وجهت نظري برضو كل النقطة دي ان احنا ما بنخلص مشاكلنا مزبوط يعني انا اتهزمت مثلا من فرقة ما بقفش وقفة كده وقول والله انا كانت مشاكلي واحد اتنين ثلاثة والموضوع انتهى وتقبل اللي حصل وارميه ورا دهري وامشي انا بفضل حطه في دماغي اعتقد لو المواضيع بتنتهي صح ما بتتكررش تاني صح او يديني اواخر التحليل انا حلل بقى النفسي او حد يحلل النفسي مع البدني والحرك والفاني يبقى انا بخلي بالك اه وانشد الفير اغير الفير اذا انت عملت كذا بس انت دائما انت بتكسب متعود يعني ممكن ابتدي اغلو ان حتة اللي هي بيبني على اخر تجربة دي دي حاجة اصلا يعني مشكلة ان هو ممكن اقول اضرارها حضر لكم مثل بسيط جدا كلكم مثلا هتوقعوا فيه لو افترضنا ان انا مثلا نساكن في شق بطلع كل يوم الدول التاسع مثلا بالاسانسير كل يوم بقى الى اربعين سنة الاسانسير جاءت المرة واحدة وانا فيه عدت روبع ساعة بتاعهم مهم في الكم تاني يوم وانا طالع العملية هي هي ده معنا الاربعين سنة يكسبوا مرة صح مش الاربعين سنة ده مرفوض هم اللي يكسبوا المرة وانا طالع الان اشوف حد يطلع الاول طب ما تخلي البواب كده يجي معايا طب ادوس على الدول التالت الاول يمكن ما فابدلي عندي حتة اقل حد ما تطام من تاني معايا الطبيعي ان مرة بتكسبش اربعين سنة يا جماعة بس هو حتة ان المخي بانيلي على اخر مرة خاصة الامور السيئة فبالتالي السيئة كمان المرة بتكسب عشرات عارف الحضرات جتقوله ده بيفكرنا بهلقات بين ازواج انه مثلا الزوج او الزوجة يبقى طول السنين مضحي وكويس وحلو وهايل وتيجي غلطة واحدة تمسح كل اللي فات والناس بتوقت تلوم على ده انه ده صح ولا ده غلط ويعني انت هنسيتلي كل حاجة بعد اول غلطة يقولك انت عمرك ما عملتلي وعمرك ما وديتين تبقى حاجة دي بسبب الغلطة اللي هي السيئة اللي بتنسح التجربة السيئة بتنسح وتاخد وقت يقولك كمان الثقة الثقة تاخد وقت كتير جدا لو تهزد في انسان يقولك برضو حتة لحكاية اننا الانطباع الاول هو يدوم يدوم نقوله هو يدوم بس معنا حاجات تغيير مفهيم كتير غلط طبعا عايزين نعرف منك دكتور بما اننا في نهاية السنة انه صايح اللي ممكن نديها لأي ام عندها لعب وعايزة تحافظ على صحته النفسية تعمل ايه وتبتدي معا من سن قد ايه يعني انا شايف بداية الالهاب تبدأ من سن مثلا ما تعديش ست سنين سبعة سنين يبتدي يكون يكون ملتحق بلعبة بس اهم حاجة اختيار اللعبة مش سن اللعبة انا عوزي سن اللي تلجأ فيه لتأهيل نفسي لتأهيل نفسي حتى سن اللعبة وهو من البداية من ست سنين اه ممكن تتكلم معا كلمات على قد سنهم انا هتكلم مع اللعب على قد سن ايه بقى الحاجات اللي الامهات يعني تشجع بيها يعني مثلا ممكن اشجعه بان انت هو لسه صغير اشجعه انك لو عملت كذا هواديك في الحاجة هجيب لك كذا هنتفسح هنأكل بيرجر هنأكل حاجة بقى حسب الحاجات اللي هو بيحبها انما تبتدي تشجعات بسيطة على قد فيبتدي يقول له هذا الامر كتشجيع منها لي لو عملت كذا النهاردة عارف لو كسبت كذا لو رحت التمرين الأول تبدأ في حاجة لو رحت التمرين وبعدين لو بقيت كويس في التمرين وبعدين لو في بطولة او في حاجة لو عملت كويس في البطولة او في الموتشاط فيبدأ فتبدأ ان هي تدي له التشجعات دي طول الوقت تتكلموا على قد سن والدعم برضو وقت الهزيمة دكتور الدعم والله وقت الهزيمة ده مهم جدا بتقسو جدا انا بشوف بيضربوا اولادهم في الملع احيانا هنلاقي فين حب غير مشروط ده اللي احنا نتكلم فيه اللي هو دعم الأم حتى في الخسارة انا بحبك انا مش زعلانة منك انت شخصيا انا عارف ان انت هتعمل احسن التشجيع ده عشان الاحباط ما يبقاش من بره ومن جوه طبعا واجد له مبررات يعني انا عارف ان ابن كويس بقى في اللعبة دي اجد له مبررات لانه هو كان وحش انا عارف ان انت عشان انت بس ما عملتش كذا انا عارف ان انت عشان انت كنت بس مبارح فكرت في كذا فعشان الفرقة برضو كلها مش عاملة الضولة عليها فبتدي اجد له هذه المبررات دايما نفكر فحكتين مهمين جدنا اولياء الامور فكروا الاولاء في دوافع كل مرة هتدفعوا بايه هتعملوا سواء هزيم او مكسب او قاعد احتياطي او بينزل اساسي مظبوط او كده وفكروا في المبررات اللي تدهلوا لما يفصل عشان يبتدي ينجح تاني سواء كان في موراء او في لقاء ان شاء الله لأسف حلقتنا خلصت يا دكتور خلصت حلقتنا ومواضيع مختلفة مع الحريفة باي باي